شهد وزير العدل المستشار عمر مروان ورئيس هيئة نيابة الإدارية مراسم حلف اليمين القانونية للأعضاء الجدد من معاوني النيابة الإدارية دفعتين 2017-2018 أشار وزير العدل إلى طلاع الهيئة بتحمل أمانة الدعوة التأديبية ودورها الجوهري في مكافحة الفساد وحماية المال العام والإصلاح الإداري كما حصل أعضاء الجدد على الإتقان في العمل والتمسك بتقاليد ومبادئ الهيئة مؤكدا على دعم الوزارة ومساندتها لهيئتهم الموقرة ومساهمتها في تطوير العمل القضائي وتدريبهم في سبيل إعداد أجيال قضائية جديدة للمساهمة في رفعة شأن الوطن أشكر طبعا بالنضمام للهيئة عريقة زي هاية النيابة الإدارية وبشكر طبعا الرئيس عبد الفتاح السيسي ومعي وزير العدل ورئيس الهيئة وإن شاء الله نبقد المسؤولية نهاردة يوم يعني كمة في الانبساط وكمة في الفرحة وكمة في أن احنا من زمان نفسنا في اليوم ده طبعا وطبعا شكر لمعالي رئيس وشكر المرون بوزير العدل وطبعا شكر لرئيس الهيئة عدلي بي جد وطبعا يعني احنا كمة في الانبساط كلنا والحمد لله طبعا على كل شيء شعور طبعا جميل وأحب أشكر فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي طبعا نيابة الإدارية ده بيت لينا وأحنا نشرف اللي احنا نبقى عضو من أعضاء نيابة الإدارية فرحة كبيرة طبعا والنهاردة يوم ما يتنسيش بحب أشكر فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على تشجيعه لينا وعلى اختياره لينا وبحب أشكر فخامة السيد الوزير وزير العدل على اختياره لينا وبرجو من ربنا كده وربنا عز وجل يعني انه هو يوفقنا في اللي جاي وتكون بداية سعيدة لنا وفي حياتنا العملية ان شاء الله